طبعاً زي ما قلت لحضراتكم ده منذ الصباح وكابتر محمود الخطيب رئيس بعثة النادي الاهلي ورئيس مجلس إدارة النادي الاهلي والمشرف على الكرة متواجد مع كل اللاعبين زي ما حضراتكم شايفين يعني الحقيقة حاجة محترمة جداً وحاجة تدعو الجميع للتحفيز والكابتر الخطيبة هو بيحفز اللاعبين قبل بداية المباراة وهم في طريقهم إلى الاستاد زي ما حضراتكم شايفين فيلر وكابتر سيد وكل الجهاز الفني والإداري وكل اللاعبين متواجدين والتخطيب واقف الحقيقة على الله يكون فعون الجميع النهاردة الحقيقة الكل واثق طبعاً من كل اللاعبين ولكن بتبقى في لحظات كده الواحد بيبقى حاسس أنه هو يعني لو أقدر ألعب ألعب يعني أنا أعتقد أن كابتر الخطيب بيقول في هذا التوقيت أنا لو أقدر ألعب ألعب يعني يا رب كل التوفيق إن شاء الله لكل لعبي النادي الأهلي ولكل البعثة المتواجدة مع النادي الأهلي الحقيقة حاجة جميلة جداً وشيء عظيم جداً جداً اللي حضراتكم بتشوفوه من يوم الحد وهناك تنظيم إداري رائع لكل ما يحدث خلال هذا الأسبوع برضو في مثل هذا التوقيت ودي برضو حاجة شخصية برضو مش شخصية كل اللاعبين تخيلوا حضراتكم لما تكون متواجد في مباراة مهمة جداً كلاعب وإنت معدي كده بتلاقي رئيس البعثة متواجد وعندما يكون رئيس البعثة هو كابتر محمود الخطيب أعتقد أن ده شيء بيدي حافز كبير جداً جداً لكل اللاعبين والكلام ده أنا مش بقوله عشان الكابتر خطيب رئيس النادي إطلاقاً كابتر خطيب أسطورة من أساطير كرة القدم المصرية وسيظل كذلك مهما كان رئيس النادي أو ما كانش رئيس النادي سيظل كابتر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وسيظل دائماً في قلوب كل الأهلوية أنت كلعيب لما تشوف واحد من الأساطير متواجد وواقف ومستنيك وقبل ما تطلع بيحفزك للمباراة أعتقد ده شيء جيد جداً جداً جداً